انطلقت بمدينة مأرب الفعالية الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الجرحى والمعاقين التي تنظمها الجامعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بتعاون مع مكتبي الصحة والشباب والرياضة وهيئة مستشفى مأرب العام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام وتستمر الفعاليات الرياضية لمدة ثلاثة أيام تحت شعار قادرون ويشارك فيها 160 من دوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدمات مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل وتتضمن عددا من الأنشطة والمسابقات الماراتونية والشطرنج وكرة القدم وأشهد وكيل محافظة مأرب محمد المعوض بهذه الفعالية الرياضية لما لها من أهمية في دعم دوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم وإدخال البهجة في نفوسهم مشيرا إلى أن اليوم العالمي لهذه الفئة هي مناسبة لنفت الأنظار عن احتياجاتهم وهمومهم وأهمية تقديم كل الدعم والرعاية بما يمكنهم من تجاوز إعاقتهم والاندماج في المجتمع كأشخاص طبيعيين ترجمة نانسي قنقر